اشتركوا في القناة المهرجان ويتعلق بالمرأة الفلسطينية سنجد في هذا المعرض قلت تجولنا كثير من الاتواب الفلسطينية حيث كل قرية كانت في السابق من القرى المحتلة تتميز بلباس معين على كل هنا اكتر من زاوية في كل زاوية شيء يتعلق بالتراث الفلسطيني وايضا في كل زاوية يوجد بعض الابداع الفلسطيني ابدأ مع هذه الزاوية حيث نشاهد ونلاحظ هذه الفنانة التي تقوم بالرسم اعتقد بالحنة صحيح؟ بالحنة عارفين على نفسك وشرحيننا شو؟ الفنانة فاطيمة الغول المتخصصة هنا بزاوية النقش بالحنة اليوم شاركت بفكرة جديدة لنقش بالحنة المتعرف على انه نقش حنة للسيدات فقط لكن اليوم عبرت عنه برسم المدن والمخيمات الفلسطينية وعن فكرتي المعرض اني انا اليوم نتكلم عن الأثواب الفلسطينية وكل قرية لها ثوبة الخاص فرسمتي اليوم الثوب العروس الفلسطينية بالحنة طبعا التركيز هو اليوم على المرأة الفلسطينية صحيح؟ طيب هذه الرسمة كم تستغرق معك؟ العروس الفلسطينية لها ينتقل من ساعة تمانية اليوم برسم فيها بس المدن الفلسطينية والقرى طبعا تحتاج إلى عمل أدق هذه رسمات أخرى لك بالحنة؟ هذه برضو بالحنة يعني كل لوحة تقريبا بتاخد من شهر لشهر ونص لأنها متقنة متقنة كتير يعني ما بقدرش ألعب في أي زاوية في أي مرسم فيها مشاركتك في هذا المهرجان يعني كيف بتشعري من خلالها؟ بصراحة أنا بكون سعيدة لما أنا بشارك معارض تابعة لوزارة الثقافة لأنه بنحس أنه فينا جهات بتدعمنا أو جهات مهتمة بفننا أو الأفكار الجديدة اللي احنا بنطلع فيها مثلا مثل الفكرة ترسم بالحنة على القماش وكمان أتخصص في مدن وقرى وخيمات فلسطينية هذا بترجم ما بداخلي أني أنا متمسكة بتوراة فلسطينية إلى بعض الحدود شكرا جزيلا نتابع مشاهدين الكرام هذا المعرض حيث من خلاله كما تحدثنا تعرض القرى الفلسطينية ومساحات لهذه القرى إضافة إلى الأثواب الفلسطينية تحدثنا أنه في كل مساحة في هذا المكان وكل زاوية في هذا المكان نشاهد مثلا قرية مكتوب فيها العدد السكان أهم المعالم التاريخية الموجودة فيها ومساحتها إضافة إلى الملابس التي تميزت بها هذه القرية التوب الفلسطيني ليس توب واحد هناك أكثر من توب فلسطيني كل قرية فلسطينية محتلة تتميز بهذه الأثواب طبعا في هذا المعرض كان هناك أيضا عرض خاص للأزياء للأطفال وكان هناك أيضا استعراض لأغلب الأثواب الفلسطينية في هذا المكان طبعا لو جئنا إلى زاوية هنا في هذا المكان نجد أن هذا التوب يختلف عن هذا التوب بمعنى أن هذا التوب وخاص بقرية فلسطينية معينة مثلا مدينة صفد لو وجدنا الأثواب الفلسطينية الموجودة فيها تختلف عن قرية برقة الفلسطينية لو تقدمنا قليلا نجد أن هناك أثواب أخرى تتعلق بالتوب البدوي الفلسطيني لو تقدمنا أيضا توب المجدل كما نلاحظ هذا التوب هو كان تتميز فيه سكان المجدل طبعا في هذا المكان سندخل ونتابع من كل هذا المعرض مزيد من الأثواب الفلسطينية التي تميزت فيها قرى فلسطينية وكان لها الأثر البالغ في التاريخ والترات الفلسطيني طبعا مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة هذا اليوم كان الأفضل لدى وزارة التقافة والتي تميزت فيه أن تضع المواطن الفلسطيني في الترات الفلسطيني حتى لا يخرج هذا الأمر ولا يندثر كما يعني يحاول الجانب الإسرائي طبعا سأحاول أتحدث مع عدد من المشاركين في هذا المكان من ضمنهم أيضا نائب رئيس المجلس التشريعي وهو أيضا من المشاركين في افتتاح هذا المعرض نستغل الفرصة للحديث معه السلام عليكم سداية أستاذ أبو أكرم نحن الآن في بط مباشر حول هذا المعرض لو وضعتنا في صورة كونك درت في أروقة هذا المعرض كيف ممكن نتحدث أن هذه المعرض ممكن أن تتبت ترات الفلسطيني بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة بالتعاون مع بلدية غزة حقيقة أنه هذا المعرض حينما تدخله تتذكر فلسطين تراث فلسطين ثقافة فلسطين بكل أنواعها والحقيقة أن هذا التراث الذي يعمق حب الوطن ويعمق حب فلسطين وثقافة للأطفال وللنساء ولرجال وأنت شايف الحضور من كل أبناء شعبنا الفلسطيني رئيس البلدية ورئيس غلوفة التجارية والأخ الأنوار البنعاوي والأخوات النساء وكل اللجان هذه التحضرية قامت الحقيقة جهد مشكور يصب في حب الوطن وثقافة الوطن وهذه الحقيقة يعني جزء أصيل من تحرير فلسطين يعني هذا جزء من تحرير فلسطين كما يقوم المقاوم على الحدود ويقوم السياسي ويقوم التربية والتعليم كل شعب الفلسطيني ملتف حول تحرير أرضه فأنا بقدم بالشكر الجزيل لإخواني في وزارة الثقافة والإخوة في البلدية غزة وقول للإخوة الحاضرين ونحن إن شاء الله على نهج التحرير على نهج ثقافة حب الوطن على نهج أن نتمسك بتراثنا كما تعلمون هذا الكيان الصهيوني الذي يغير معالم فلسطين غير معالم القدس غير معالم كل شيء في فلسطين هذا العدو الصهيوني آن الأوان أن شعبنا الفلسطيني يتوحد من أجل طرد هذا الاحتلال الصهيوني السورة جزيلا أستاذ بكرم بحر على هذه الأطلالة عبر الجزيرة أتحدث مع أيضا مديرة القرية قبل الحديث معها أود أن أضعكم مشاهدين الكرام في سورة هذه القريطة طبعا هذه القريطة من صممها وضع عليها القرى الفلسطينية المهجرة إضافة إلى أن كل قرية ما هو الثوب الذي كانت تتميز فيها تحدث مع القرية بداية معرفة مهانسة نهاد شقالي مديرة قرية الفنون والحرف بلدية غزة ألا وسهلا طب لو وضعتنا في صورة هذا المهرجان والمعرض بشكل عام ريحة بلادي كل بتريقته يبرز هويته ويبرز تراثه ويبرز إمكانياته على هذه القرى الأرضية الفنان بريشته والجند بسلاحه والفلاح بزرعه والمهندس ببيته ونحن في قرية الفنون والحرف نحيي هذه الزكرات الوطنية وهذا التراس وهذا الجيل الصاعد الذي نوعيه بتراسنا من خلال إقامة هذه المعارض الفنية التراسية لعلها تثبت رؤيتنا وتثبت هويتنا على هذه الأرض فمن خلال هذا المعرض ريحة بلادي نحاول أن نذكر وأن نسيوا وأن لم ينسوا بعد قرانا المهجرة التي ستعود يوما من خلال هذا المعرض نعرفهم بها نعرف الجيل الصاعد بقريتنا ببلادنا بمدننا الفلسطينية ومزاتها وعاداتها المرأة الفلسطينية بالتأكيد كان لها وجود في المعاناة الفلسطينية وكان لها الأثر البالغ انتحدثنا من خلال أنتم تريدون أن تبرزوا التراث الفلسطيني من خلال المرأة الفلسطينية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر على إبراز القضية الفلسطينية معاناة الفلسطينيين سواء كان في الماضي أو الحار المرأة الفلسطينية كبيرة كبيرة وكبيرة أكثر من أي مرأة أخرى قد تكون نص المجتمع ويمكن تكون أكثر من نص المجتمع لأن المرأة الفلسطينية أم لشهيد أخت لشهيد زوجة لشهيد زوجة لأسير أخت لأسير أم لأسير عانت وشافت الويلات في هذه الحقب القديمة وهي أقوى عالم أعتبرها لإمرأة الفلسطينية فلها تأثير الكثير الكثير على هذا التراث وعادة الجيل أنا ألاحظ أن أكثر من شخصية موجودة هنا تلبس التوب الفلسطيني هل هو لأجل الفعالية من أنكم متعودين على لبس هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فد وفتح الشرفة رئيس الهيئة الأهلية للاجئين ونفتخر طبعا نحن الثوب في دمنا وفي قلوبنا وإن كنا لا نرتديه يوميا أو لا نرتديه في كل لحظة وإنما عندما نرجع إلى أصلنا وإلى تراثنا وقبل ذلك إلى ديننا وإلى وطننا وإلى أرضنا وإلى رملنا وإلى جبلنا وإلى سهلنا وإلى مدننا نحن نعتز بأن نكون مرتديات لهذا الزي نحن في يوم المرأة كل يوم لدينا عيد نحن رغم المعاناة رغم الحصار رغم الألم رغم كل شيء نحن أهل القضية نحن أهل الأرض نحن نهدي هذا العمل بكل عذاباته بكل آلامه بكل جنوده بكل من أتى إليه حاضرا أو غائبا نهديه إلى أرواح شهدائنا الكرام نحن عهدنا علينا أن نحررك يا أرضنا يا ترابنا يا بلدنا مدننا تنتظرنا جبالنا سهولنا ودياننا أرضنا إننا إليكم عائدون عائدون إلى جنة الله على أرضه إليك يا فلسطين ثم إلى جنة الجنان مع شهدائنا مع أبرارنا أزواجا أولادا أحفادا رجالا كبارا صغارا نساءا المرأة الفلسطينية هي عنوان الرجل هو شقائق النعمان الرجل هو الأخ الرجل هو الأب الرجل هو الزوج الرجل هو الإبن نحن نفتخر بكم أعلامنا رجالنا ولكننا نقول أن المرأة هي حاضنة الرجال أن المرأة هي صانعة الأبطال أن المرأة في فلسطين عهدا عليها أن تذهب بكم جميعا إلى أرضنا إلى أرض الفلسطين وليس إلى أرض المعاد وإنما إلى أرض الله إلى أرض المحشر والمنشر إلى القدس إلى القدس إلى القدس نحن عائدون بإذن الله أشكرك جزيلا هناك زاوية أخرى كما تحدثنا مشاهدين الكرام في كل زاوية وكل زقاق في هذا المكان حديث عن مدينة حديث عن لباس هذه المدينة كما تحدثنا أكثر من عشرة أنواع من الأتواب الفلسطينية هي موجودة في هذا المكان في كل منطقة نوع التوف واسم المدينة التي فيها التوف طبعا هنا أجد زاوية أخرى من الزواية الموجودة في الزواية المعرض نجد أن هناك جلسة تراثية موجودة في هذا المكان ستحدث مع المتواجدين هنا السلام عليكم أهليان عليكم الشراء حالا الله بارك فيه طيب إحنا شايفين جلسة تراثية في هذا المكان بماذا تذكركم؟ ولله الجلسة تراثية بتذكرنا بأبائنا وأجدادنا بتذكرنا بهدات البال بتذكرنا برحة البال بتذكرنا بالألفة بتذكرنا بالترابط العائلي لأنه كل واحد من عائلة قاعدين ينبعا بتذكرنا بالمصالحة الوطنية والمصالحة الاجتماعية القاعدة التراثية يكفي إنها بتهمنا بتهمنا في حضن دافي في حضن أحن نطمئن إله طيب أجد عنصر شبابي في هذا اللقاء في هذه الجلسة وأجدك تلبس اللبس التراثي بماذا تشعر في هذه الأتناء؟ كل الفخر وكل الاحترام فيه الطفل كمان ابني بنربيع التراث يعني الطفل بتعود بتعرف على التراث بتعرف على التراث عنده متحف الضار المقتنيات هذه الطفل هذا حفظها الحي وهذا بكرا بيحفظها لولده هذه المقتنيات من ملك إلكم؟ ملك إلكم طيب ليش محتفظ فيها؟ يعني سيوف وبعض وسائل الركوب للخيل والجمال فيه كل المقتنات القديمة صندوق العروس القديم الصنية الخرزان الصنية القاش وإيش فيه صناعات بدأت تندثر كانت زمان موجودة والحين بدأت تندثر بنحاول نعيد تنشيطها وتجديدها وبنعرف الشباب الجديد عليها إن كان هاي تراثك وهاي ترتباتك وهاي حياتك وكانت هيك فمور جيدة شكرا جزيلا إذن مشاهدين كما تلاحظون هذا هو معرض التراث الفلسطيني الذي كما تحدثنا كان التركيز من خلاله أن يبرز دور المرأة الفلسطينية من خلال التراث الفلسطيني ونحن على عتاب يوم المرأة العالمي كان هذا المعرض في مدينة غزة وردت فيه كل الأتواب الفلسطينية التي كانت تلبس فيها السابق ولازال بعض النساء حتى هذه اللحظة يلبسون هذه الأتواب ولجمال هذه الأتواب تلبس في المناسبات كما تحدثت السيدة السابقة وبالتالي التراث الفلسطيني سيبقى محافظا عليه طالما يوجد هناك ناس يجددون هذا التراث سواء بالمعارض أو بلبس الأتواب الفلسطينية في المناسبات والأفراح أو بالحديث والتذكير أطفالهم كما نشاهد هذا الطفل الذي يلبس بعض المغتنيات التي كان يلبسها الأطفال في السابق كما تحدثنا مشاهدينا وضعناكم في صورة هذا المعرض على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا